موسيقى نتوقع أن تتأثر المملكة خلال أيام القادمة اعتبارا يوم الاثنين وحتى يوم الخميس بحالة من عدم الاستقرار الجوي الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء دافئة نسبيا درجات الحرارة الصغرى أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة في فرصة ضعيفة لسقوط زخات راعدية متفرقة من المطر في أقصى جنوب وجنوب شرق المملكة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان بحدود 22 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة زي ما حكيت تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي أجواء خلال الثلاثة أيام القادمة أو خلال يوم الاثنين أجواء حارة درجات الحرارة أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة على الأقل ما بين 5 إلى 7 درجات مئوية تتكاثر الغيوم الركامية تصبح الأجواء غائمة جزئيا ومغضرة وحارة وتدريجيا تتهيأ الفرصة لسقوط زخات راعدية من المطر هذه الزخات الراعدية من المطر مختلفة الشدة حسب الزمان والمكان أي تسقط زخات في مناطق عشوائية وأيضا تكون غزيرة في مناطق محدودة جغرافيا وبالتالي درجة الحرارة العظمى المتوقعة يوم الاثنين بحدود 34 درجة مئوية بينما الأجواء أثناء الليل أيضا غائمة جزئيا دافئة نسبيا وتسقط زخات راعدية من المطر في أماكن متفرقة والصغرى المتوقعة 23 درجة مئوية يوم الثلاثة انخفاض قليل على درجات الحرارة لكن تبقى الأجواء حارة وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها بشكل واضح وملموس والأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة تسقط زخات راعدية من المطر تكون غزيرة أحيانا تؤدي إلى جريان السيول خاصة في الأماكن المنخفضة والوديان وأيضا نحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأثربة المطارة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة وزي ما حكينا فيه أن عدم استقرار وزخات راعدية من المطر بين الحين والآخر العظمى المتوقعة يوم الثلاثة 32 درجة مئوية الأجواء يوم الثلاثة ليلا دافئة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة تسقط زخات راعدية من المطر على فترات وفي أماكن مختلفة أي بتكون مختلفة الشدة حسب الزمان والمكان وبالتالي العز صغرى المتوقعة في عمان 21 درجة مئوية الأربعة انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة لكن تبقى الأجواء حارة نسبيا وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها وتبقى الأجواء غائمة جزئيا وتسقط زخات متفرقة راعدية من المطر على فترات أيضا مختلفة الشدة حسب الزمان والمكان والعظمى المتوقعة 31 درجة مئوية في عمان والأجواء أثناء الليل غائمة جزئيا والحرارة الصغرى المتوقعة في عمان 21 درجة مئوية الأماكن المتوقعة يحدث فيها سقوط للأمطار في المملكة تبدأ الأمطار في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة تمتد تدريجيا خاصة بعد عصر يوم الاثنين ومساء يوم الاثنين لتشمل معظم مناطق المملكة تقريبا لكن بشدة مختلفة وأيضا بتكون زخات راعدية من المطر قد تكون يصحبها الغيوم بعض الخلايا الرعدية التي تسبب أمطار غزيرة قد تشكل السيول وجريان السيول خاصة في الأماكن المنخفضة وأيضا نحذر من الانزلاقات مع بداية هطول الأمطار على الطرقات ومن شدة الرياح الشرقية المثيرة الغبار والأتربة التي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الشرقية من المملكة أيضا بيستمر هطول الأمطار يوم الاثنين ليلا وأيضا يوم الثلاثاء صباحا والثلاثاء ظهرا تشمل معظم المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وجزء كبير من المناطق الجنوبية ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي وقوتها ستكون يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء ستكون الأمطار أكثر انتشارا وأكثر شدة في أماكن مختلفة من المملكة ومن هنا بيكون في عنا خطورة لتشكل السيول وحدوث بعض الفيضانات وارتفاع منسوب المياه في بعض الأماكن وباستمر سقوط الأمطار يوم الثلاثاء ليلا وحتى الأربعاء صباحا لكن بشكل أخف أو يخف سقوط الأمطار تدريجيا بعد مساء يوم الأربعاء وهناك بعض التنبيهات والتحذيرات نحب أول شيء نشير إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة بسبب الرياح الشرقية وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة أيضا الانتباه والتحذير من تشكل السيول في نطاقات جغرافية ضيقة لأنه قد تكون الأمطار غزيرة أحسيانا في بعض المساحات جغرافية معينة أو نطاقات جغرافية محددة لأنه من ميزات حالة عدم الاستقرار الجوي أنها أمطار زخات من المطر مختلفة الشدة حسب الزمان والمكان أيضا الانتباه من حدوث الانزلاقات على الطرقات بسبب الأمطار خاصة بداية هطول الأمطار وتعتبر هاي من أوائل المرات التي يتم فيها أو بيحدث فيها سقوط أمطار فتتشكل طبقة لزجة على الطرقات تؤدي إلى حدوث الانزلاق نتمنى من الجميع أخذ الحيطة والحذر والقيادة بحذر شديد مع بداية سقوط الأمطار وملخص للأحوال الجوية المتوقعة حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اعتبارا من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس ذروة عدم الاستقرار الجوي راح تكون يوم الثلاثاء أعلى كمية هطول راح تكون يوم الثلاثاء وأشمل كمية هطول أيضا أمطار راح تكون راعدية وزخات راعدية من المطر تكون هناك بتشكل عشوائي راح تكون وأيضا تكون غزيرة أحيانا في نطاقات جغرافية محددة وبشكل عام الأجواء حارة ودرجات الحرارة على معدلها ومغبرة قبل سقوط الأمطار وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة أعزائي المشاهدين نتمنى الجميع السلامة ومن طقس العرب لكم تحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر